وكما ذكرنا بما أن السرطان يتم تسبب بالفيروس الثالوري الحلمي فقد تم تصنيع لقاح متكوم من سبع أنواع من هذا الفيروس وعطائه للصبايا قبل الزواج يعطي مناع أكثر من 90% من الوقاية والإصابة بهذا السرطان الخطير إذا رجعنا للكشف مبكر تم إجراءة المسحات من عقر الرحم وتم اقتراح أن دراسة الـ HBV في عقر الرحم أو مع بعضهم نالتهم يعطي أكثر من 60-70% وقاية من السرطان حيث تم الاكتشاف من مراحلة مبكرة أو ما قبل السرطان وتم إجاجها فازلنا نستخدم الموضوع أن أكيد سرطان عقر الرحم من الأمراض الخطيرة ولكن بوجود اللقاح والكشف مبكر يمكن أن الوقاية من هذا السرطان والشفاء منه بحالات مبكرة وأكثر من 90% من الحالات يمكن منعها في النساء ترجمة نانسي قنقر الرحم